بسم الله الرحمن الرحيم موضوعنا اليوم الناس اللي بيعانوا من القزيما الناس اللي بيعانوا من القزيما او الحق يعني في اليد او الرجل او اي منطق يعني في الجسد اللي عنده يعني التقرحات يعني في الجلد او الجلد تبع الجسم وينما كان كما حكيت لكم وينما كان يعني سوى عندكم القزيما او الصدفية او عندكم يعني حقا او تقشير الجلد يعني مشاكل يعني الجلد رحتوا لطبيب عملتوا يعني دواء بدون نتيجة لأن كين الدواء يعني الكيميائي تابعين الصيدرية وكين الدواء لي يعني مصنوع من الزيوت الطبيعية ومن الأعشاب يعني الطبية والطبيعية هون عندي هون سابون وعندي يعني كريم كيما بتشوفوا هون الرجل يعني هون فيها صدفية وكزيمة وتكون حقة أو تقشير الجلد أو مشاكل تابع الجلد يعني موجود هون كريم إنسان كيدهن دالك المنطقة اللي عنده فيها صدفية أو الأقزيمة أو مشاكل يعني الجلد وموجود صابون يعني تابعهم أن كين صابون إنسان كيغسل بالصابون هو أول شي وكينشف داك المنطقة ثم هذي يدهن يعني هذي الكريم يعني مرتين في اليوم مرة في الصباح ومرة يعني في الليل عندك ثلاثة أيام هذيك المنطقة تنشف وتبقى تختفي يعني شوي شوي سبعة أيام خمستاشر يوم حتى العشرون اليوم قلوا وداعا للأقزيمة أو الصدفية أو مشاكل الجلد بجميع أنواعه بإذن الله وبإذن يعني هذي الكريمات لأن كما حكيت لكم هذا يعني صابون خاص للأقزيمة كما تشوفو هون صابون لأقزيمة ومشاكل يعني الجلد والبكتيريا اللي بتكون في الجلد والميكروبات اللي يكون في الجلد ينظف يعني هذي ينظف هذا الصابون ينظف يعني الجلد يعني المتعفين أو بالنسبة الكريم الإنسان كي يغسل المنطقة بالكريم وثم يدهن يعني هذي الكريم وبالصابون الأقزيمة أو مرض الجافاف البشرة يتخيل الناس دائما أنه على مشاكلات الصحة التي ليس لها أي حلول بما تأكد وتشفى حتى تعود إلى التكرير هجماتها من جديد يعني الحق أو الصدفية أو الأقزيمة يعني هذه الحالة المرضية التي تتصيب البشرة وإيجاد حلول الطبي لهذه الأزمة الصحية وأنه ممكن بهذا الصابون وبهذا الكزيم قل وداعا للكزيمة أو الصدفية بإذن الله الواحد الأحد كما تشوفوا عن هذه المنتوجات أنا كنصورهم لأنه عندما نبعثهم الواحد سيدة موجودة في إسبانيا تحييلك أختي جميلة من إسبانيا وأسمحي لي لأنه كنصور بالمكوينة تباك قبل ما نرسلهم لك يعني هذا اللي بدوا هذا المنتوج سوى جوز صابونيات أو تلكم تشوفوا هنا السيدة طلبت عني خمسة وطلبت عني اثنين ملك كريمات بنت مع هذا المشاكل يعني في الجلد وعندها في الحقة في اليد وفي الرجل في أي منطقة معاليكم إلا رح نترك لكم رقم الواتساب هون ومعاليكم إلا تدخلوا إلى الواتساب وتطلبوا المنتوجات اللي بدي أصورها وإن شاء الله سوى داخل البلد أو خارج البلد رح يوصلكم بإذن الله الواحد الأحد ترجمة نانسي قنقر